اشتركوا في القناة هنحكي فيها بإذن الله عن الـ Iron Metabolism يعني جماع الحديد مهم جدا للـ Synthesis تاع الـ Red Blood Seals لما يكون في عنا مشكلة بالـ Metabolism تاع الـ Iron بالجسم هتظهر عنا أنيميا لذلك مهم أن نكون عارفينه وهو يعتبر نقص الحديد لأكيد الكل هنا عارفه في ناس بتعاني منه فخلينا نبدأ بالأمور نبدأ نفهمها بطريقة لقيت دام بحياتك وما تتغلبوا أوكي يا جماعة فيها أشياء بالمحاضرة مش مهمة كثير نأخذ المهم ونشرح الكوية نبدأ بشكل عام بالأمور واحد الأمور لما يكون مريض عنده فقر دم الـ Differentiases كثير بالباثولوجي هنقسمي الكوية هنا التكسيم العالمي According to the volume هل هي Microcytic ولا هي Normocytic ولا هي Microcytic حلو؟ هذا التكسيم العليسار على اليمين نفس Normocytic ممكن نشوف فيها الـ Reticulocyte count نشوف هاله هي Hemolytic Anemia ولا Non-Hemolytic Anemia هاي التكسيم العالمي هنشرح لكوها بالباثولوجي بالمحاضرة هان كونه موضوعنا بيحكي عن الـ IR الـ IR بيعمل Microcytic Anemia كريات الدم الحمراء بصير زغيرة نفس الميكروستيك أنيميا ممكن تجيني نتيجة لنقص الحديد ممكن تجيني due to anemia of chronic disease يعني في عندي مشكلة خلينا نحكي بال inflammation قاعد بيأثر عنا على red blood cells وممكن تكون ثلاثيميا الثلاثيميا هذول ثلاثتهم بيعملن Microcytic Anemia سو لازم تعرف كيف تفرق بينات اوكي هنا الدكتور حطيتلكو differential حطيتلكو iron deficiency أنيميا بتعمل Microcytic Anemia بلاستيك أنيميا أبلاستيك أنيميا هل في حرف A أبلاستيك أنيميا ما فيش تصنيع من البون مارو vitamin B12 vitamin B9 هذول بيعملن Microcytic Anemia كريات الدم الحمراء بيجي نكبار chronic inflammatory anemia بكون في عنا chronic inflammation وهذا الأمر يؤدي إلى Microcytic Anemia أو Normocytic مرات red blood cells destruction وهو الhemolytic anemia it is either extravascular برا لblood visils or intravascular جوة لblood visils اوكي جماعا iron deficiency أنيميا ليش المريض بصير عنده نقص حديد نحكي لكم عن iron metabolism بشكل عام حلو وين بصير امتصاص الحديد يا جماعة شو رايكو بالدوا دينم بعد ما يصير له امتصاص بالدوا دينم الحديد وين بروح يتوزع بروح بتخزن في نفس اللاير تعت الدوا دينم اوكي وبنفس الوقت بروح بتوزع عنا على الخلايا اللي بتخزن عنا الحديد بالبون مارو على أساس أننا نستخدمه في synthesis تعريض blood cells إذا نتخيلنا إحنا الصور طيب كيف الإنسان بخسر حديد شو رايكو ما فيش أي root of elimination للحديد يعني هنا مثلا على سم المثال زي ما تذكروا بالGI system البلي روبين عارفين كيف منخسره مثلا إحنا بالبايل تيجي مثلا تقول لي المريض كيف بخسر مثلا شغلة معينة الووتر مثلا بخسره بالتعرق مثلا الحديد كيف منخسره ما فيش أي طريقة نخسر فيها الحديد إلا ثنتين ثنتين مش واضحات الأولى بالفيميل تخسر عن طريق المنسترويشن أوكي الثانية إنك أنت كإنسان ميل أو في ميل يصير عندك bleeding لا سمح الله تنزف هل إحنا بننزف بسهولة ما بننزف خصوصا الميل الميل كيف بدي يخسر حديد ربنا خلق الGI system cells ربط لي dividing cells خلايا على السريع بيصير رهن sloughing بنقشرا وبينزلا وبطلع محلا خلايا جديدة فالحديد المتخزن بالGI cells هان مثلا في حديد شو بصير فيه بصير له shedding بنخسره sloughing وبينزل عندنا بالGI tract أوكي جماعة فهاي الroot of elimination للحديد من جسم الإنسان حتى الإنسان يصير عنده iron deficiency أنيميا إما الفيميل دورتها بتكون غزيرة جدا heavy menstruation أو بالميل بصير فيه عندنا GI loss هذول أكثر الأسباب مريض بنزف يا جماعة ليش بنحددنا GI loss ليش مثلا ما قلنا المريض انجرح ونزف لأنك لما تنجرح انت شايف النزيف إذا خفيف خلاص بروح إذا كثير بتروح للمستشفى بتنحل مشكلتك بسرعة لكن لما كل واحد عنده GI bleeding أصلاً أصلاً ممكن المريض بنزف وهو مش شايف ما يتغير لون الستول متخيلين فالمريض شو بدرني عن إنه مشكلة فالأمور على مستوى chronic bleeding تقلب معه I am deficiency ومهم جداً نحن نكون عارفين هذا المبدل الحديد زي ما قلنا بمتصب GI system الحديد بروح بتخزن بالخلايا على شكل في الريتين في الريتين هو عبارة عن مادة تمسك الحديد يعني الحديد المخزن بالخلايا خصوصاً بالليفر وبالسبلين شو بنسموها تمام بيسموه في الريتين الحديد الذي يتمشى بالدم يحمل على بروتين اسمه ترانسفرين لا ننساها في الريتين اللي هو الحديد وين بتخزن بالخلايا بكون على صورة في الريتين واللي بسبح بالدم شو بكون على صورة الترانسفرين لا تنسوها أبداً هاي ال I am deficiency anemia anemia of chronic disease واحد عنده chronic inflammation بطلع عندهم cytokines واحد من cytokines اسمه interleukin 6 interleukin 6 جماعة بروح بيأثر على مادة بصنعها الليفر اسمه hipcyden hipcyden مادة الhipcyden هاي بتروح على ال ferro portion هاي الدوا دينم الحديد لما نمتصه نمتصه عن طريق قناة اسمها divalent metal transporter divalent الحديد بتخزن هان على شكل في الريتين إذا بدي يطلع من ال GI system لازم يطلع من قناة اسمها ferro portion ferro portion حتى يروح يسبح في الدم على شكل ترانسفرين ويوصل للtarget tissue اللي هو bone marrow مثلاً عشان نصنع مريض عنده chronic inflammation مريض عنده روماتويد arthritis عنده SLE بيجينا hipcyden مادة بتطلع من الليفر نتيجة للchronic inflammation الenterloquine 6 بروح بيطلع من الليفر مادة اسمها hipcyden hipcyden بروح على ferro portion بيقوله تعال سكر ما فيش حديد يوصل عندي للbone مارو فشو بصير يا جماعة بكل بساطة معاهم هذول الناس وكون عندهم صورة من صور الانيميا ما فيش كريات دم حمر تتصنع مظبوط لانه ما فيش حديد يوصل للbone مارو فهمنا يا جماعة هاي هي كل المبدأ اللي فيها فبظل الحديد مخزن على صورة في الريتين يعني جسمك في حديد بس جسمك مش قادر يستخدم هذا الحديد هذا مش بس بشوفه بأي انفلاميش طبعا الناس تساءلوا ليش يعني يا رب العالمين انه يعني هيكة مثلا ليش ليش هذا المبدأ ليش انترلوكين ستة يطلع لان جماعة ديورين كرونيك انفلاميشن الجسم يفكر انه في بكتيريا البكتيريا بتتغذى على الحديد فالجسم دكي ما بده يخلي الحديد يوصل للدم ويوصل للبكتيريا فبقولك تعب اسكر ما فيش امتصاص للحديد حديد شو بتصوى بتخزن على صورة فريتين فشو بتلقى عندهم الفريتين عالي والترانسفرين الحديد مش قادر يوصل للدم ويصبح بالدم فشو بصير الترانسفرين قليل فهمت الحياوان ماشي غير عن انه الفريتين هو خطو شو acute phase reactant acute phase reactant يعني مادة تزداد during inflammation هو المادة نفسه بصير تتصنع during inflammation كتير فالفريتين بزداد ترانسفرين negative أوكي phase reactant يعني شو لازم يتكسر فترانسفرين بقل بالinflammation حطيتلكو هذا الجدول ينسوا كل المحاضرة ويحفظوه إذا بدك تستفيد لحياتك لقدام وإذا بدك تعرف تحل أي أسئلة إذا جنكو cases أو جنكو هيك short questions سريعات تقدروا تحلوه iron deficiency anemia والanemia of chronic disease سيبونا من الثلاثين ما ما نحكيلكو عن الثلاثين الـ iron deficiency anemia شو بصير بالـ MCV حجم الخلية بقل والanemia of chronic disease قلنا لكم يا بتكون نور مستيك يا بقل حلو الـ iron deficiency anemia الحديد فيها قليل والanemia of chronic disease الحديد فيها قليل تمام iron الحديد اللي بصبح في الدم قليل الـ iron deficiency anemia الفريتين شو بكون فيها قليل الـ anemia of chronic disease الفريتين شو بكون فيها عالي لأنه acute phase reactant يا سلام شفتوا الفرق هاي الفرق هاي الفرق حلو الفريتين دايما خضوها قاعدة أعطيكو إياه ورائح دماغكو دايما الفريتين عكس الترانسفرين إذا الفريتين قال الترانسفرين binding capacity يعني قابلية الترانسفرين إنه يربط مع حديد لأنه ما عليه حديد فقابلية إنه يربط بتكون عالية يا سلام بينما هاي الفريتين لأنه عالي الترانسفرين binding capacity شو بتكون قليلة فيمنا يا جماعة يعطيكو العافية أنتم فهمت الحياة كلها إذن الـ iron deficiency anemia والanemia of chronic disease اثنين ات الحديد نازل ولكن الفرق بالفريتين الفريتين بالانemia of chronic disease لأنها بكون عالي تزاكيوت phase reactant وعليه الترانسفرين binding capacity بتكون العاكس لأنه تخيل بالله عليك إنت الحديد مثلا عندك قليل مش رابط مع الترانسفرين البايندين capacity قدرة الترانسفرين على ربط الحديد شو بصير فيها تعتلي عالي كثير كثير مش شوي يا سلام هيك أنتم فهمين كل شي هنا نفس الدكتور بدأت تحاول تقارن بين iron deficiency anemia أو chronic inflammation أنا هيقول تلك إياها شو اللي طلع انترلوكين 6 انترلوكين 6 تأثر عنه الهيبسايدن الهيبسايدن زاد الهيبسايدن أثر على الفيروبورشن والفيروبورشن عليه شو سوى قلل لعننا وصول الحديد للبون مارو هاي هو الموجود عندها في أسباب ثاني للأنيميا مش بس iron deficiency أنيميا وهذا في ثلاثيم في أشباب كثيرة هاي للباثولوجي بس مثلا في عنا فيتامين بي 12 وفي عنا فيتامين بي 9 فيتامين بي 12 وفيتامين بي 9 يجمع مهمات for DNA synthesis ما في عندي DNA synthesis مضبوط بدون فيتامين بي 12 وفيتامين بي 9 فلما ينقص أكثر خليب تتأثر من هي كريات الدم الحمرة اللي هو البون مارو لأنه ما فيش عندي هو رابط لديفايدنج لازم يصنع بسرعة فهو أول واحد تظهر عليه مشكل بيصير يبطل قادر يصنع red blood cells مضبوطة فبتكون كورية الدم الحمرة كبيرة بالحجم قاعد بلخبط البون مارو بطل يعرف يصنع DNA لجو بخليها كبيرة يا سلام تطلع ماكروستيك أنيمي هاي احنا عرفنا الماكروستيك أنيمي فيتامين B9 كيف بونغوس فيتامين B9 يجماعة لازم تعرف أنه الامتصاص بالجوجين بنوخض احنا بالخضروات إذا الإنسان ما أكل مظبوط الخضروات في ناس ما بأكل وكذا شو بصير عندهم نقص فيه وسهل أنه صير نقص إذا الواحد نقص عن الأكل ثلاث أربعة خمس شهور حتى مرات لغاية تسعة شهور عن هاي الأشياء اللي فيها الفيتامين B9 بظهر فيتامين B12 لا ما بظهر ليش لأن فيتامين B12 يجماعة يكفي أنك أنت توق اللحم مرة واحدة بالسنة وفيتامين B12 ما ينقص متخيل أنه بتخزن بالليبر لمدة ثلاث إلى أربع سنين أوكي فصعب أنك تلقى نيوترشين الفاكتور يعمل لك فيتامين B12 لكن فوليت سهل تلقى نيوترشين الفاكتور مثل مين مثل مال نيوترشين مثل الناس اللي عندهم كرونيك الكوليز بيشربوا كحول كثير هذا أصلا ما بوكل يشب وكون عندهم فيتامين B9 صعب أنك تلقى نيوترشين نحكي الكياب الباثولوجي لكن تلقى بمشاكل مثل بيرنيشيوس أنيميا الأنيميا الخبيثة حتى يصير امتصاص مزبوط للفايتامين B12 لازم يطلع طبعا الفايتامين B12 بصير له امتصاص بالإليم آخر إشي حتى يصير له امتصاص مزبوط لازم يطلع من استومك فاكتور اسمه انترنسيك فاكتور هذا الانترنسيك فاكتور إذا ربنا خلقلنا أنتيبادي ضده أوتو أنتيبادي مثل حالات البرنيشيوس أنيميل بنشوفها عند الفيميل بصير يكسر عندنا البرايتال سيل ويكسر الانترنسيك فاكتور فالانترنسيك فاكتور ما بقدر يربط في فيتامين B12 ففايتامين B12 ما بصير له أبزور شمرتب بالإليم أبظهر عندهم هاي المشاكل لكن نديروا بالك ويقول نيوتريشينا الفاكتور حينتوا كيف فارق الفيتامين B12 عن الفيتامين B9 اللي الفيتامين B12 بدخل في تصنيع المايلين فإذا يجمع خرب ونقص الفيتامين B12 هذول الناس بلقي عندهم نيرولوجي سيمتم يا سلام المريض بصير Acute Combined Degeneration هذا بيشوف في فيتامين B12 مش فيتامين B9 قدم امتحان يوسم لي لا تروح ناسين هذول السؤال بالامتحان 100% أوكي جما لا إذن قاب مهم نيجي على الهيمو غلوبين ترهيب الكيف الهيمو غلوبين هو 4 بيحتوى على غلوبين وفيه هيم الهيم عبارة عن حديد تمام Protoporphyrin مهم جدا لازم تعرف النورم الليفل تاعنا اللي هو الهيمو غلوبين 95% فيتال هيمو غلوبين هو 1% والهيمو غلوبين A2 من 1.5 إلى 3 لش بقول لك هاي المعلومات لأن لما اشرح لك بالباثولوجي للثلاسيم والسيكلس الأنيميا هنا لعبة الثلاسيم والسيكلس الأنيميا طبعا عارفين بالوضع الطبيعي ريد بلد سيلس شو اللي بصير فيها بتتصنى بتلف بالدم بتعيش 120 يوم لذلك قلنا لكم لما تفحص السكر المريض تفحصه التراكمي بعطيك رفليكشن على آخر ثلاث شهور كيف عايش المريض كرية الدم الحمراء لما تكبر أو تكون غريبة أو فيها مشكلة بتروح وجوه الماكروفيد شو بصير فيها بتتكسر الهيمو بتكسر الهيمو جلوبين الجلوبين بعطينا أمينو أسد ونرجع نصنع منه هيمو جلوبين الهيم بعد ناخذ الحديد منه بننقله بنرجع ونصنع منه من جديد الهيم نفسه بتحول لمادي اسمه البليفيريدين البليفيريدين تتحول للبيليروبين الفري بليروبين يا جماعة بدخل للليفر بتحول لكونجوغيت بليروبين بنزل بالبايل وبنزل بالانتستن وجوده منه بروح للكبنية اذا احكي لكم عنها إذا مش موجودة بالهيموليتيك أنيميا راح اشرح لكم إياها كلها الهيموليتيك أنيميا ميزاتها هو البليروبين لازم نكون فهمين شو مبدأ البليروبين هنا محطوط التكسير لكورية الدم الحمر وإما بصير إكسترا باسكولر اثنينات بتميز انه يصير وعنده فيتامين بيتولف وعنده بيناين وعارف يصنع مظبوط بس قرية الدم الحمر بتتكسر وبظل يقول مطولة معاكو بصير صنع كثير 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 فشو بطلع رتكلوس صايتوز صح ولا لا قرية الدم الحمر لما تتكسر شو بطلع منها البليروبين بدل ما يطلع جو بصير يطلع بالدم فشو بصير البليروبين يكون عالي نوع الانديريكت يعني لأنه ليبر مش قادر يلحقي يعمل لذلك بالهيموليس شو بكون نوع البليروبين لو سألتو هايبر بليروبين من نوع الانديريكت لأنه ليبر مش قادر يلحقي يعمل إذا في إنزيم جو كرية الدم الحمرى رح يطلع مثل تلقاه عالي بالبلازمة حلو ربنا خلق لنا نظام إنه البليروبين يا جماعة أو خصوصا عفوا مش البليروبين الهيمو غلوبين الموجود جو رح يصير يطلع صح ولا لا هذا الهيمو غلوبين إذا طلع ورح يترسب بالكلية يعطيك العافية المريض عيد تخير بك فربنا خلق لنا ميكانيزم اسمه هابتو غلوبين هابتو غلوبين بروح بمسك بالفري هيمو غلوبين وما بخليه يتجمع بالكلية حلو لما يكون فيه عندنا هيموليس لما يكون عندنا هيموليس قديش الهيمو غلوبين البطلع كميات كبيرة فالهابتو غلوبين يستنزف يتم استهلاك كامل الهابتو غلوبين فبتلقى الهابتو غلوبين قليل يا سلامة تفاهمين المبدأ كامل حلو هذول بثنتين بصيرا بالإنترا باسكولر ممكن تلقى هيمو غلوبين بالبلازما أوكي جماعة لأنه بكل بساطة أنت تكسر جو الحديد يتجمع بأماكن معين يعمل هيمو سدروس الهابتو غلوبين لا يلحق كميات كبيرة بالهبل تصير تطلع جو فجزء من هيمو غلوبين بروح بترسل في الكيلية فبعمل هيمو غلوبين يوريا ديروا بالكوا عليها هذا بحالات الأكيوت بحالات الكرونيك بل الله تخيل المريض كلها تدام الحمراء تتكسر كل شوية تتكسر والليفر ظل يصنع ليفر ظل يصنع ليفر ظل يصنع شو بيسو بخلص البنية التحتية تبعته شو هي البنية التحتية أكثر اشي فيتامين بيناين فالناس اللي عندهم كرونيك هيموليتك أنيميا إذا ظلت مع مرور الوقت المريض شو بصير عليه بصير عليه فوليت ديفيشنسي لأنه اللي تخيل بل الله البنية تظل يصنع يصنع خلص البنية التحتية يخلص الفايتامين بيناين أسهل واحد سهل طبعا يخلص فيتامين بيناين ممكن يخلص الحديد كمان بس أكثر واحد فيتامين بيناين أول واحد يخلص يعطيك العافي بجيلك فوليت ديفيشنسي ديروا بالكو يجمع يكونوا عارفين المريض اللي عنده كرونيك هيموليسيز بالله هيموليسيز 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 شو بصير الليبر بهاي الحالة بصير عندهم كيدني ستونس بساطة شو بصير عندهم حصاوي بالمرارة هذا الاشي هنحكي لكم هيموليسيز لحاله رح ارجع اقول لإرادين بالباثولوجي لما يكون معك بيوم الايام أنيميا اول اشي بيسوي بتطلب سي بي سي كومبليت بلد كاونت بدي اشوف انا هي مايكرو سيتك مايكرو سيتك نور موسيتك لقيتها مايكرو سيتك شو تسوي بالله عليك سيبك من هذا الكلام لقيتها مايكرو سيتك شو تسوي روح في حاصل حديد اذا الحديد نازل انتبه للفيريتين في الرتين مرتفع أنيميا في كرونيك ديزيز في الرتين قال هذا شو بكون بكون عمي حديد طبيعي في الرتين طبيعي كل شي طبيعي ممكن تكون ايش ثلاثيم اذا كانت مايكرو سيتك أنيميا طيب كانت نور موسيتك أنيميا نور موسيتك أنيميا شو تنتبه تشوف المشكلة من البون مارو ولا المشكلة عندي من بره مثلا أنيميا في كرونيك ديزيز تعمل نور موسيتك ودك تنتبه للبون مارو نفسه تنتبه مثلا الوايت بلوت سيلز يكون مرتفعات فالمريض عنده لوكيميا مرتفعات كثير يعني بالخمسين الف مثلا وهكذا قدنا مثلا نشوفها القيناة ماكرو سيتك الام سي في مرتفع مباشرة تطلع عليها ميقالوبلاستيك ولانان ميقالوبلاستيك يعني هالي هي نقص بسبب الفوليت والفيتامين بي 12 ولانان ميقالوبلاستيك مثل مريض بيشرب كحول أو عنده ليفر ديزيز هنشرح الكياب الباثولوجي طيب القيناها مثلا على سبيل المثال وإحنا بنطلع على الكمبيليت بلوت كونت تلقينا البيلوروبلاستيك مرتفع لا تدي هادروجينيز بالعلالي والهابتوغلوبين قليل هذي شو هي هيموليتك أنيميا مباشرة دك تعرف شو السبب بك صارت دور على السبب صارت تشوف ريتكلوسايت كاونت مرتفع ولا قال وصارت دور على السبب يا عمي شو السبب هل هو مشكلة بالميمبرين هل هو مشكلة نقص إنزايم هل هي كرية الدم الحمرة بجيها أوتوانتيبادي من برة هل هي بتضرف فيه بهيك أنت هاو تأبروش أنيميا أوكي جماعة هذا بتعطيك الدكتورة سؤال بتقولك بكل بساطة مريض ما عنده غير هيموغلوبين قليل والهيماتوكريت قليل والريتكلوسايت كاونت قليل جينا نطلعنا على المسي في حطيت لك ثلاثة وتسعين لكن تخيلوا أن المسي في مثلا هانا نورمل أو قال مريض خمس ستين سنة وعنده نايتس ويت وويكلوس ممكن تفكر إنه والله مثلا عنده على سبيل المثال لوكيميا عنده تيوبركالوسيز عنده كرونيك انفلميشن فهي أنيميا في كرونيك انفلميشن طفل عمره خمس سنين وكذا بتقولك إنه يعني عليها صفار وتقولك إنه الأم أخذت نفس الكالر تعبوها طلع على الهيموغلوبين 11.5 اللي ماتوا كريت 35 ريتيكلوسايت مرتفع MCV فوليوم كاين 89 نورمل البيلي روبين شو كاين؟ كاين والله مثلا مرتفع التوتل التوتل طبعا نقص منه الدايركت الدايركت كان نورمل فالتوتل مرتفع يعني مين اللي رفعو الاندايركت ما هو التوتل هو اندايركت ودايركت إذا الدايركت نورمل التوتل كان مرتفع يعني مين ثاني مرتفع الاندايركت الاكتاديدي هيدروجينيز بالعلالي وهابتوغلوبين قليل this is ash hemolytic anemia absurd due to aicos نعم تقدر تحسر اللي هي G6PD Glucose 6 Phosphate بس بحكمنا بتقولك أبوها وكذا you should suspect بكتب صراحة أنا ممكن تكون G6PD أوكي فهاي هي النقاط الأصلية الموجودة عندنا بهاي المحاضرة تمام فهيك بتكون انتهت هاي المحاضرة أتمنى أنكم تكونوا فهمتوها والله يطيقكم على الفعل ترجمة نانسي قنقر